بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم ابنائي وبنات الطلاب في مادة الجغرافية أنا وأنتم نبتدئ في هذا الدرس بوحدة جديدة الوحدة الثانية نتحدث فيها بإذن الله تعالى ونتعرف على الكون أولى دروس هذه الوحدة وهو الدرس الرابع الأجرام السماوية أبنائي وبنات الطلاب في هذا الدرس بإذن الله سوف نتعرف على المجرات وما هي المجرات السدم أجرام شبه نجمية وأيضا النجوم والتجمعات أو تجمعات النجوم أبنائي وبنات الطلاب إذن سوف نتعرف في هذا الدرس على المجرات والسدم وأجرام شبه نجمية والنجوم وتجمعات النجوم أبناء وابنات الطلاب الأجرام السماوية تقسم هذه الأجرام عادة إلى فئات التي ذكرناها قبل قليل ألا وهي المجرات والسدم والنجوم والكواكب والأقمار والمذنبات في البداية أنا وأنتم نتعرف على المجرات ما هي المجرات أبناء وابنات الطلاب؟ تعرف هذه المجرات أبناء وابنات الطلاب أنها أو يتبعها نظامنا الشمسي هي عبارة عن عدد هائل من النجوم والأقمار والمذنبات والسدم إذن هي عبارة عن تجمعات نجمية وأيضا كواكب ومذنبات وغيرها من أجرام موجودة في هذا الكون إذن تعرف المجرات التي يتبعها نظامنا الشمسي إذن النظام الشمسي المتكون من الشمس والكواكب التي تتبع الشمس ومنها الأرض تعرف عند العرب بمجرات درب التبانة إذن مسماها مجرات درب التبانة التي يتبعها نظامنا الشمسي وفي الغرب تسمى ملكوي أي السكة اللبنية ولكن لماذا سمى العرب هذه المجرة بدرب التبانة؟ لماذا؟ أبناء وبنات الطلاب لأنها تبدو كطريق يسلكه تجار التبن وحاملوه حينما يسلك تجار التبن وحاملوه أبناء وبنات الطلاب أي طريق نشاهد أو نلاحظ بقايا مما حملوه ونقلوه من آثار التبن أبناء وبنات الطلاب عزكم الله وهو أو شبه أو شبه العرب هذه المجرة بهذا الطريق فالمجرة تعطي اللون الأبيض أما الغرب شبهوا أبناء وبنات الطلاب بطريق سكب عليه الحليب أو اللبن إذن أبناء وبنات الطلاب كما تذكرت لكم الأجرام السبموية عبارة عن مجرات وسدم ونجوم وكواكب وأقمار ومذنبات السدم أبناء وبنات الطلاب تحوي المجرات أعداد كبيرة من السدم لو لاحظنا هذه الصورة التي أمانة من أبناء وبنات الطلاب هي عبارة عن مجرة ماذا؟ درب التبانة هذه أبناء وبنات الطلاب تحوي العديد من الكواكب والنجوم والسدم إذن تحوي المجرات أعدادا كبيرة من السدم وتبعد عن المجموعة الشمسية مئات الآلاف من السنين الضوئية التي سوف بإذن الله سوف نتعرف عليها وكيف أو طريقة حساب السنين الضوئية وبسبب حجمها الهائل هذه السدم لا يمكن أن نراها إلا عن طريق التلسكوب أو المنظار المقرر أشبه أو الأجرام الشبه نجمية إذن من الأجرام السماوية المجرات السدم والأجرام الشبه نجمية اكتشفت هذه الأجرام أبناء وبنات الطلاب في مطلع الستينات الميلادية واكتشف عدد هائل منها مئات من هذه الأجرام وتظهر أو تظهر أو تكون ظاهرة في نهاية الكون المري وهي تبلغ في حجمها ملايين الشموس وهي ذكرت كما ذكرت لكم أجرام شبه نجمية لأنها تبلغ قوة احتراقها ولمعانيها وضيائها قوة كبيرة جدا تفوق مجرتنا إذن أبناء وبنات الطلاب المجرات والسدم والأجرام الشبه نجمية النجوم أبناء وبنات الطلاب تتباين النجوم في الحجم وفي اللمعان وفي الموقع وفي الحركة إذن هذه النجوم أبناء وبنات الطلاب تختلف أو يختلف في حجمها تختلف في كبرها تختلف في أيضا لمعانيها فهي مختلفة عن بعضها البعض إذن أبناء وبنات الطلاب تتباين النجوم تباينا كبيرا أي تختلف اختلافا كبيرا عن بعضها البعض في الإشعاع والطاقة والحجم قد يكون حجمها أحيانا صغيرا ولها صفات معينة تختلف فيها عن بعضها البعض فهو لا يزيد كثيرا عن حجم بعض الكواكب الكبيرة ولكن بعضها أبناء وبنات الطلاب حجمها هائل وضخم جدا مع أن جميع أبناء وبنات الطلاب هي عبارة عن مواد ملتهبة أي مشعة أبناء وبنات الطلاب على عكس الكواكب إذن النجوم هي عبارة عن مواد ملتهبة تنبعث منها طاقة إشعاعية كبيرة فالطاقة هذه تختلف من نجم إلى آخر قد تكون أبناء وبنات الطلاب طاقة الإشعاع في بعض النجوم عالية وكبيرة وفي بعض الآخر أو بعض الآخر من النجوم تكون أقل من غيرها فلذلك تختلف النجوم في لمعانها تبعا للطاقة والوهج وقوة الاحتراق فيها وتعد الشعراء اليمانية في السماء لدينا نشاهدها هي أكثر النجوم لمعانا هذه من أمثلة النجوم المشاهدة وهي الشعراء أو الشعراء اليمانية هي الشعراء اليمانية أبنائي وبنات الطلاب ونشاهد النجوم أبنائي لكي نشاهدها وبوضوح نشاهدها عن طريق التليسكوب نشاهدها عن طريق أبناء وبنات الطلاب التليسكوب تجمعات النجوم إذن أبنائي تعرفنا أنا وأنتم على المجرات على السدم على الكواكب الأجرام شبه النجمية ومن ثم تعرفنا على النجوم واختلاف النجوم عن بعضها البعض تبعاً لقوة الإشعاع تبعاً للطاقة التي تصدر منها وأخذنا مثال أو تعرفنا على أحدى النجوم المهمة وهي الشعراء اليمانية أبنائي وابناء الطلاب وهذه النجوم كما ذكرت لكم نشاهدها بصورة واضحة مقربة لنا عن طريق التلسكوب تجمعات النجوم إذن التجمعات أو تجمعات النجوم تكون النجوم أحياناً أبناء وابناء الطلاب منفردة بمعنى أنها تكون بعيدة عن قلب المجرة أو في مكان ليس بقريب من التجمعات أو تجمعات النجوم ولكنها كثيراً ما تكون في مجموعات تشتهر باسم الكوكبات ولها مسمى آخر أيضاً البروج قد يكون لدينا مسمى البروج أبناء وابناء الطلاب دارجاً أكثر من الكوكبات إذن تجمعات النجوم هي نجوم أحياناً تكون منفردة ولكنها كثيراً ما تكون أبناء وابناء الطلاب في مجموعات تسمى بالكوكبات أو لها مسمى آخر يطلق عليها تعبير البروج على هذه الكوكبات أبناء وابناء الطلاب تنقسم هذه البروج إلى 12 برجاً لكل برج درجة وموقع محدد في السماء أبناء وابناء الطلاب موقع ومحدد في السماء وأيضاً مسار لها مخصص إذن هذه الكوكبات تمر بها الشمس في أثناء مسارها الظاهري في السماء على مدار السنة إذن تجمعات النجوم أبناء وابناء الطلاب تكون عادة أو أحياناً منفردة ولكن كثيراً ما تكون في مجموعات تشتهر بمسمى ماذا؟ أحسنتم الكوكبات ولها إطلاق آخر أو تعبير آخر يطلق عليه البروج هذه تمر في مدارها على الشمس بمدار محدد وطريق محدد خلال السنة كما ذكرت لكم أن عددها أبناء وابناء الطلاب إثنى عشرة برجاً إثنى عشرة برجاً أبناء وبناتي الطلاب أبناء وبناتي الطلاب كما تعلمون أن المملكة العربية السعودية أطلقت في عام 1440 القمر السعودي هذه أبناء وبناتي الطلاب هذه دلالة على اهتمام المملكة العربية السعودية ورؤيتها أو رؤيتها المباركة عشرين ثلاثين بالفضاء وعلوم الفضاء والتقدم التكنولوجي فقامت بإطلاق هذا القمر الصناعي التي تستفيد من خلاله عن طريق الاتصالات المتقدمة وغيرها قد يساعد في أو تساعد في تساعد المملكة العربية السعودية في التطور في مجال الاتصالات إذن أبناء وبناتي الطلاب أنا وأنتم في هذا الدرس تعرفنا على أهم الأجرام السماوية أولاها المجرات كما ذكرت لكم الأجرام السماوية هي عبارة عن فئات توجد أو عبارة عن مجرات وسدم ونجوم وكواكب وأقمار ومذنبات هذه المجرات كما ذكرت لكم هي مجموعة هائلة من النجوم ممتازين أحسنتم والأقمار والمذنبات والسدم السدم كما ذكرناها لكم أبنائي هي سحب كونية ممتازين ضخمة تتألف من ماذا؟ من غازات وجزيئات كونية التلسكوب بماذا نستخدمه أو لماذا يستخدم؟ أحسنتم يستخدم في التقريب ومشاهدة الأجرام السماوية سواء كانت نجوما أو كواكب الأجرام شبهة نجمية الكويزار هي الأجرام التي تظهر في نهاية الكون المرئي والنجوم ممتازين أحسنتم هي أجرام مضيئة بذاتها عبارة عن مواد مشعة قد تزيد بالإشعاع ويختلف إشعاعها من كوكب إلى آخر أولى هذه الأجرام كما ذكرت لكم المجرات أبناء وبنات الطلاب المجرة التي يتبعها نظامنا الشمسي ما اسمها؟ ممتازين مجرات أو مجرات دربة تبانا لماذا سميت بهذا الاسم؟ أحسنتم لأن العرب شبهوها بالطريق الذي يسلكه تجار تبان أعزكم الله فلذلك سميت بهذا المسمى أحسنتم أبناء وبنات الطلاب ممتازين بعد ذلك تعرفنا على السدم السدم ما هي؟ أحسنتم هي سحب ممتازين تتألفوا أحسنتم أبناء وبنات الطلاب ممتازين السدم هي عبارة عن ماذا؟ أحسنتم ممتازين هي تحوي المجرات أعداد كبيرة من السدم ممتازين أحسنتم أحسنتم ونستطيع أن نشاهدها أو نشاهد هذه السدم عن طريق المنظار أو المقرب أو التليسكوب إذن ممتازين تحوي المجرات السدم تحوي أعداداً كبيرة من ممتازين إذن المجرات تحوي أعداد كبيرة من السدم ممتازين وتبعد عن المجموعة الشمسية مئات الآلاف من السنين الضوئية كما ذكرت لكم سوف نتعرف على السنين الضوئية في الدروس القادمة وبسبب حجمه الهائل يمكن أن نرى أشكالها وتشكيلاتها عن طريق التليسكوب أو المقرب أو المنظار ومن ثم أنا وأنتم تعرفنا على أجرام شبه نجمية أجرام شبه نجمية حيث اكتشفت ممتازين أحسنتم في مطلع الستينات واكتشف منها المئات بعد ذلك تظهر هذه الأجرام كما ذكرنا أنها في نهاية الكون المرئي وهي تبلغ في حجمها الملايين من الشموس بمعنى لو نلاحظ أو لنتعرف على حجم الشمس الهائل هي تتجاوز بحجمها وقوة لمعانيها وقوة احتراقها الشمس بملايين المرات ممتازين ومن ثم أنا وأنتم تعرفنا على ماذا أحسنتم النجوم ما هي النجوم ممتازين هذه النجوم كما ذكرت لكم تختلف في لمعانها وفي حجمها من نجم إلى آخر تبعا للإحتراق وعملية الإحتراق والطاقة التي تخرج منها يختلف لمعان النجم أو يختلف لمعان أي نجم إلى آخر بسبب قوة الاحتراق التي تحدث في هذا النجم فعادة تختلف كما ذكرت لكم أحجامها من نجم إلى آخر فهي عبارة كما ذكرنا أحسنتم هي عبارة عن مواد ملتهبة وتنبعث منها طاقة إشعاعية كبيرة عبارة عن حرارة وضوء أبناء الطلاف فهذه كما ذكرنا أنها تختلف من نجم إلى آخر ومن هذه الأمثلة على النجوم الظاهرة والواضحة هي الشعرة اليمانية أكثر النجوم لمعانا في السماء أحسنتم أحسنتم ومن ثم أبناء وبناء الطلاب تعرفنا على التجمعات أو تجمعات النجوم التي تسمى بماذا؟ ممتازين بالكوكبات ولها مسمى آخر دارج أبناء وبناء الطلاب ممتازين بالبروج عدد البروج في السماء كام؟ 12 برجا أحسنتم وهي تدور حول الشمس بمدار محدد خلال السنة أبنائي وبناتي الطلاب وكما ذكرنا أن المملكة العربية السعودية برؤيتها الرائدة رؤية 20-30 استطاعت أو أطلقت قمرا صناعيا وكان ذلك في عام 1440 وهو القمر الأول للاتصالات حيث أطلقها والهدف من ذلك يعمل على كفاءة زيادة كفاءة الاتصالات سواء كانت الإنترنت وغيرها أبناء وبناء الطلاب ويخدم أيضا أبناء مناطق أخرى إذن أبنائي في هذا الدرس أنا وأنتم تعرفنا على الأجرام السموية ابتدأناها من المجرات إلى أن تعرفنا على دور المملكة العربية السعودية ورؤيتها في إطلاق الأقمار الصناعية التي تعمل على تطوير الاتصالات أبناء وبناء الطلاب أنا وأنتم ننهي هذا الدرس شكرا ومقدرا لكم تفاعلكم مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح والنجاح